سيد أنديل ما هو تعريف الجمهورية الجديدة وأهم المواصفات والملامح السياسية للجمهورية الجديدة؟ يعني عشان نعرف يعني إيه جمهورية جديدة لابد أن نعرف أولا ما هي الجمهورية القديمة نعم يعني لكي نتبين إيه الحكاية بالضبط طبعا الجمهورية أولانت في مصر في 18 يونيو 1953 وكانت تلك نهاية العهد الطويل هو العهد الملكي أو عهد الأسرة العلوية الذي حكم مرص نحو 150 سنة من 185 إلى 1953 يعني نحو 150 سنة نصفها تقريبا في ظل الاحتلال البريطاني الجمهورية المصرية حين أعلنت أقدر أقول ببساطة أن نحن مرت البلد وهو بلد يلزم أن أؤكد ذلك قديم جدا ألف السنين دولة مصرية دولة قديمة منذ ميناء موحد القدرين وتعرضت لعشرات الأنواع من المحن والاحتلالات لكن في النهاية لا أحد يستطيع أن يدعي أن مصر ولدت النهاردة أو ولدت في 18 يونيو 1953 أو غيره دائما كان هناك شعب مصري كان هناك منظالم وكان فيه صور من الكفاح وكان فيه حركة وطنية وكان فيه رغبة هائلة في النهوض في بلد مر بمراحل ازدهار ومراحل انحصار لكنه لم يموت أبدا في الجمهورية الأولى على ما أظن يمكن تقسيم من 1953 إلى 1973 باعتبارها الجمهورية الأولى طبعا مر في هذه الفترة من حيث الشكل والإجراء عدد من رؤسها الرئيس محمد ناجيب لفترة سانة الرئيس عبد الناصر لأغلب الفترة الرئيس السادات بعد وفاة الرئيس عبد الناصر لكن في هذه الفترة تشكلت ملامح جمهورية محددة عناصرها الأساسية كثيرة جدا لكن باختصار في هذه الفترة شهدت مصر نهوضا هائلا جدا بمعايير زمانه على أي مستوى؟ في كل المستويات الحقيقة يعني واحد في المهمة الأساسية هي خاضت حروبا كثيرة خلال هذه الفترة لكن رغم خاض حروب كثيرة حققت أعلى معدلات التنمية في تاريخ مصر على الإطلاق سابقوا ولاحقوا يعني بمعنى أنه من سنة 1956 ل1973 حققت مصر معدل نموه في المتوسط بصورة متصلة مهم حاجة الاتصال مش إنها مرة سنة أو سنتين وتعدي خمسة وستة من عشرة في المية جعلتها في نهاية هذه الفترة مع ناصر الأكتوبر 1973 رأسا برأس مع كوريا الجنوبية في معدلات التنمية والتقدم والاختراق التكنولوجي يجب أن ندرك أن نستطيع أن ندرك الفرق الآن بين أننا لما نشوف كوريا الجنوبية في الوقت عاشر أخا واقتصاد في العالم وإحنا فيه فهي دي الجمهورية الأولى خلط ملاحم كبرى طبعا في ملاحم باقي فهي دي جمهورية أستاذ أنتي الجمهورية الثانية في أواصل السابعين بعد طبعا ما انتهى نصر أكتوبر وحصل ما أسماه الراحل العظيم أحمد بهاي الدين بن فتاح السلاح مداع وخلي بالك من أسكندرا حاجر أشهده غيره وأحياء الإخوان وقيادة السلطة نفسها لعملية إعادة التأسيس الثاني للإخوان المسلمين والتيار اليمين الدين عموما وظلت هذه الجمهورية تتآكل في جوهرها إلى أن وصلت في نهايتها إلى محاولة التوريث من داخل الجمهورية أي العودة للعصر الملكي مجددا ومن ثم كانت محاولة الشعب المصري للخروج من هذه الجمهورية الثانية جمهورية الانهيارات إلى استعادة واحد الجمهورية الأولى بأنه في صورة 25 يناير 2011 وموجتها الثانية الأعظم في 30 يونيو 2013 الرئيس سيسي دايما بيقول أنه جمهورية الجديدة هي وليدة ثورة 30 يونيو 2013 إيه الارتباط هنا؟ الارتباط هنا ببساطة أنه 25 يناير حاولت إزاحة الفساد الموجود في كراس السلطة سلطة النهب وفي نفس الوقت ثورة 30 يونيو حاولت إزاحة الطرف الآخر اللي هو على كرسي المجتمع اللي هو تيار اليمين الديني وفي قلبه الإخوان فهنا هذه الجمهورية إيه سمتها؟ إيه عنوانها؟ عنوانها هو دستورها دستورها اللي هو إيه؟ اللي هو دستور 2014 دستور 2014 طبعا من المعروف أنه جرت الاستفتاء على دستور في 2014 وهو في جوهره تعديلات دستورية جوهرية على طبعة الدستور 2012 إذن معنى أن نتقدم إلى جمهورية جديدة عندي عندي بالتعريف هو الالتزام بالدستور هذه الجمهورية بوضوح أكتر أي انتهاك للدستور أي المكان الذي يفعل هو انتهاك لمعنى الجمهورية الجديدة أي انقلاب على الدستور لا سمح الله هو انقلاب على الجمهورية الجديدة ده الجوهر المسألة في لماذا أقول ذلك؟ لأن الأمر طبعا حتى كما أكد رئيس نفسه ليس مباني بل معاني أساسية شاملة لمعاني السياسة والاقتصاد والتطور والعلم والتكنولي إن القيام الأساسية التي جرى استخلاصها من رحلة مصر الطويلة في محاولات النهوض مرة بمحاولات النهوض مع الجمهورية الأولى وإحنا بنتذكر كل يوم بيلح علينا معنا الجمهورية الأولى لما بنواجه مشكلة المياه بنتذكر السد العالي اللي هو أعظم مشروع في تاريخ مصر بإطلاق هنا الفكرة الأساسية إنه المعاني الأسية استخلصنا معاني الاستقلال الوطني فكرة الكفاءة الإنتاجية والعدالة في التوزيع فكرة الديمقراطية لتغائبة في كثير من مراحل هذه الجمهورية في مراحلها المختلفة فكرة العلم أولوية العلم والتكنولوجيا فكرة التجديد الثقافي والتجديد الديني فكرة البحث عن مكان تحت الشمس في عالم مطلاطم الصراعات ومتحول إلى توازن جديد يمتاز بوجود قوة متعددة في قمة النظام الدولي هنا البعض الحقيقة بيقزم معنى الجمهورية إلى معنى المباني عملنا مشروع كذا عملنا مشروع طبعا فيه إنجازات عظيمة جد لا أحد يستطيع مدرك مبصر أن يتجاهل حجم الهائل من الإنجازات العمرانية تحديدا في السنوات الأخيرة لكن معنى الجمهورية أوسع من ذلك كثير بمعنى أكثر وضوحا كلما تقدمت كلما وجهتك تحديات أكثر وقد تحدثنا عن مثل هذه التحديات يعني بوضوح ركزنا على أن واحد مطلوب تأكيد لاستخلال الوطن استخلال الوطن يعني أنه قرارك يسمع في القاهرة لا في أي عاصمة أخر وهذا جرى فيه تقدم كبير علاماته البارزة بدون تفصيل تقدم الجيش المصري وإنهاءه المناطق نازع السلاح في سيناء ووصوله إلى خط الحدود الدولية اتنين قلة الاعتماد على المعاناة أو الارتباط بين القرار والمعونة الأجنبية طبعا نحتاج إلى مواصلة هذا الطريق لخي نسمع قرارنا في السياسة وفي الاقتصاد في مصر بعيدا عن أي رشدات المؤسسات العالمية أورا اتنين أولوية التصنيع الشامل وآخر خبر نهاردة وده جرى فيه تقدم تحديدا عندي من سنة 2018 جرى لاتجاه إلى أولوية التصنيع الشامل رئيس الوزراء اليوم بيتكلم عن اتخاذ 100 إجراء لتطوير الصناعة المصرية رئيس الجمهورية بيتكلم عنه أنه الكلفة الهائلة للمشروع تطوير الريف توجه فيه غلبها في مستدزماتها من انتاج الصناعة المصرية وغيرها فدي بوابة العبور الرئيسي التلاتة رد الاعتبار لعدل الاجتماعي والعدل الاجتماعي حقوق وليست إعانات يعني محدش بيامن على حد في هذا الموضوع لأن احنا بلد ببساطة مع ركام الجمهورية التانية التي كانت تتحول إلى ملكية انتهينا إلى تفاوت مرعب في الثروات انتهينا لتأسيم البلد الطبقية هذا كلام أساسي تلاتة فكرة كنس الأرباع أصدى كنس الفساد يعني بعد باستخلال الواطن وبعد تصنيع الشامل رد الاعتبار لعدل الاجتماعية كنس إمبراطورته الفساد الرئيس السيسي دائما ما يتكلم عن أنه يريد الطريق الأصعب مش الطريق الأسل الحقيقة أنا أتصور أن كنس الفساد هو أصعب مهمة في مصر بعد كده خمسة طبعا إحنا عندنا فخر عظيم كمصريين بقوة جيشنا وبقوة وباستعادة قوة النخاع العظم لجهاز الدولة كما أسميه ودوره الذي لا يمكن إنكاره لكن كمان نحتاج إلى توازن بتقوية المجتمع تقوية المجتمع يعني إيه يعني فتح المجال العام وإطلاق الحريات والثقة في الشعب المصري وإفساح المجال لتنوع الأراضي بهذا المعنى نستطيع أن نقول أن مشروع الجمهورية الجديدة هو مطلب يجب التقدم إليه بالالتزام الحرفي بالدستور مجال الدستور ليس قرآنا ولا إنجيلا لكن الدستور هو عقد اجتماعي وتوضعه أمة معينة في وقت معين وتلتزم بي هو القانون الأعلى خرق هذا القانون الأعلى هو خرق إلى أي معنى جمهوري ده هذا ما أردت كده ليه أما في وضع الإنجازات طبعا الإنجازات يراها الأعمى الحقيقة يعني في بعض الإنجازات جاوزت فعل الإنجاز إلى